أتحول إلى القاهرة مع الأستاذة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير موقع البوابة نيوز أستاذة داليا البعض يتحدثون في إطار الكلام عن هذه القضية على أن العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام على المحك بمعنى أنه دخلت على الخط السياسي متقاطع مع القضاء هل تنظرين يعني بأي درجة من درجات أو ترصدين هذه القضية من هذا المنظور؟ خليني في البداية أرحب بحضرتك ورحب ديوفك الكرام وبأستاذ المشاهدين ولكن خليني أقولك أنه بالعكس أنه العدالة أو سمعة أمريكا الآن ليست على المحك وليست السمعة عن العدالة على المحك إطلاقا ولكن هذه القضية تقدم نموذجا أو هكذا تقدم أمريكا نفسها أنها تدافع عن القانون وتدافع عن الإجراءات القانونية وتدافع عن القانون الدولي والقانون في أمريكا وبالتالي هي لأول مرة يحاكم رئيس سابق أمريكي على تهم ربما بعضها يصنف على أنه تهم جنائية فأنا لا أتفق أبدا مع من يحللون ويقولون أنها تمثل يعني أن تضع العدالة في أمريكا على المحك بالعكس أنا شايف أنها دعاية للعدالة في أمريكا وأنها دولة تحترم القانون لكنهم يتحدثون عن دوافع سياسية يعني ربما كانت وراء هذا الأمر برأيك هذا يعني أنت تعرضين ما يقول رئيس ترامب شخصيا ما يقوله الجمهوريون في معظمهم حتى بعض دوائر صنع القرارات تتحدث عن أن هناك بعض دوافع سياسية وراء اتهامات ترامب حتى وإن كان أنهم يتحدثون عن أن هناك دوافع سياسية أو لا يوجد دوافع سياسية لأن هناك أيضا من يتحدث عن أنها تهم بالفعل الجنائية وهناك حديث عن مكالمات بالفعل مسجلة ربما في الجلسات القادمة يتم طرح هذه المكالمات والتي يقال أن فحواها أن الرئيس السابق ترامب يعني كان يقول فيها أو يؤثر على فكرة نتائج الانتخابات فربما في القريب العاجل في الجلسات القادمة ربما نسمع هذه المكالمات ربما يدان ترامب في هذه المحاكمة يعني القادم سوف يكشف هذا ولكن فكرة العملية نفسها ومحاكمة رئيس السابق على إسر جرائم موجهة إليه بشكل واضح إذا نجى ترامب منها فهو بريه إذا لم ينجو فأن العدالة حققت مجراها ترجمة نانسي قنقر